المنفذ هذا عقدنا على يو اس بي تايب سي بعدين نرى الجوالات وصار في اللابتوبات وصار موجود في كل الأجهزة تقريباً ما الفائدة من هذا المنفذ وكيف أستطيع استغله والمستقبل حقه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوموا فيصل السيف هناك منفذ اسمه يو اس بي تايب سي المنفذ هذا ومعيار المنفذ الذي هو معيار السي اتفقوا عليه نفس مجمع اليو اس بي آي اف مثل المجمع الكبير في مجموعة ناس وشركات ضخمة حوالي 200 شركة منهم ابل وسامسونج وغيرهم من ديل اتش بي شركات كمبيوتر شركات جوالات شركات تقنية اجتمعوا وقالوا ان هذا المنفذ سيكون الطريق لأمام في بعض أجهزتنا وهما سيبدأوا يتبنون كون انه هناك منظمة في 200 شركة يعني انه عندما يطلعوا منفذ هذا المنفذ ينتشر بينهم بشكل جيد اليو اس بي ثلاثة فاصلة صفر اللي هو بالشكل ذا تعود عليه شفناه ولكن صار فيه ثلاثة فاصلة واحد اللي هو معيار اليو اس بي تايب سي تبنى بشكل كامل وسرعات تصل الى 10 جيكا بيت في الثانية امر هذا ما يعني كثير لك اذا ما لك في التك ولكن يعني لك اذا عندك جوال اذا عندك لابتوب اذا عندك تابلت اذا انت اصلاً تستخدم التقنية في العشر سنوات الجاية لان منفذ اليو اس بي تايب سي ينقل مو بسط طاقة ولا البيانات بل ينقل الصورة والصوت وكل حاجة تقدر تنقلها من خلال هذا المنفذ وطريقة تستخدامه جداً ذكية ورائقة سوف أخبركم بعض الأشياء التي ستفيدكم في استخدام هذا المنفذ استبدال اليو اس بي العادي استبدال اليو اس بي مايكرو الميني وايضاً متمنين انه يستبدل اللايتنينج الذي موجود عند ابل لان ابل اصلاً تبنت اليو اس بي تايب سي في الايباد البرو الجديد هذا شيء ممتاز يعني يمكنك تفعل اشياء اكثر من خلال هذا المنفذ فمن هنا الى 2022 متوقع 80% من المنافذ التقنية تكون كلها يو اس بي تايب سي وايضاً من هنا الى 2022 يبدأوا يطيروا منفذ ثاني موجود عندنا اسمه HDMI حق نقل الصورة والصوت هذا المنفذ برضه بيتحول ويصبح يو اس بي تايب سي والمنفذ له معايير كثيرة فهنا ودي يعطي التك زيادة ولكن 3.1 هو نفس المنفذ سيتطور لـ 3.2 يتبنى اشياء مثل الثاندر بولت اربعة لأنه قد تبني الثاندر بولت ثلاثة ما علينا هذا كله انا اريد ان استفيد من المنفذ صح؟ ممتاز وشيء خاطئ عند بعض الناس انه اذا عندك ايو اس بي تايب سي يجب ان تشتري كل اكسسواراتك تكون ايو اس بي تايب سي ابداً انت تحتاج قطعة واحدة فقط انت اللي تختارها وقبل ما اريكم حلول القطع دعنا نمر على مكتب تيك بيز وشوف الشباب هنا كل واحد يستخدم من ادابترات وتوصيلات وتحويلات يو اس بي تايب سي باهر قطعة البرو ميت ماذا تستخدمها؟ اكثر شيء استخدمها فيه انه معجبت انه فيها اربع منافذ او اس بي وفيها كمان الشاشة الثانية التي اشبكها هنا هذه الشاشة هذه اللابتوب وفيها كمان تستطيع تضع شسمة تشبك لان وفيها تضع الكهرباء كمان اوكي هذه الشاشة عدل اكبر وهذه اتش ديو ماي صح؟ نعم هنا استخدمها اكثر شيء للعمل كما انتم شايفين هنا هنا فيها تش دي اماي فيها يوس بيات 3 فيها كروت ذاكرة وفيها كمان يوس بي تايب سي تحت شوية دافية شوية كم قد تستخدمها في متى؟ في شهرين نعم في شهرين اوكي فعلى استخدامك ستجد المنفذ اللي انت تستخدمه شخصيا استخدم الهب حق اليوس بي تايب سي اللي يعطيني شاحن لاسلكي وايضاً يعطيني مئة واط قدرة الشحن وايضاً يعطيني المنافذ الاخرى لانه احتاج منفذ شاشة اضافي احتاج ان يكون لديه يوس بيات بحجمها الكامل وشفنا الحركة اللي صارت معنا كل لابتوبات ابل صار فيها منفذ يوس بي تايب سي ما صار فيها منافذ غير كذا فلازمني ادابتر وهنا كل واحد عنده لابتوب لازم يكون عنده ادابتر سواء ابل او حتى لابتوبات بنظام الويندوز اللي هنا موجود كان الميت بوك فانت شوف اي من القطع هذي يمكن يناسبك اكثر وابدأ باولهم اول قطعة هذي تفيد اي واحد عنده شاشات كثيرة اكثر من شاشة اضافية بتستخدمها لكن يترك عندك القطعة بتعطيك منفذ سماعة بتعطيك قارئ كروت بحجم العادي والمايكرو ايضاً بتعطيك كابل للنتورك بتعطيك ثلاث منافذ يوس بي 3.0 بالحجم العادي اللي تعودين عليه الـ VGA HDMI DisplayPort بتتكلم عن منفذ ايضاً ويو اس بي تايب سي هذه تدعم 87 واط ووحدة تدعم 100 واط اصلاً المئة واط مع الديس باي بورت هو اللي سيعطينا الطاقة اكبر اي واحدة هذه هذه تدعم 100 واط هذه اللي انا قاعد استخدمها فالاحتياجاتي اريد اثنين يو اس بي واحد اش دي اماي عندكم منفذ النتورك وموجود عندي اصلاً قاعدة شحن لاسلكية اقدر افكها حتى ارجعها وايضاً موجود عندكم وهذا نتكلم على القطعة الثانية ونننسى انه يدعم 4K في منفذ الـ HDMI وايضاً يدعم 100 واط ماهر يستخدم القطعة هذه الـ Power Delivery حقتها 87 واط عندكم الـ HDMI حقها 4K عندكم منفذ موجود للنتورك وثلاث منافذ التي هي يو اس بي 3.0 سأتكلم عن هذه تجدها حجماً صغير مناسبة للسفر تعطيك HDMI بحجمه الكامل تعطيك اربع منافذ يو اس بي عادية وايضاً يعطيك كابل اللام ولا ننسى يو اس بي حجم العادي الآن مع كل هذه الأدابترات الكبيرة الا ما يكون هناك أدابترات أصغر نعم هناك حقات صوت باور عادية كابل واحد يو اس بي واحد يو اس بي وقارئ كروت فالتشكيلة ضخمة وهذه من شركة اسمها برو ميت برو ميت احد الشركات الرائدة في صناعة الوصلات والقطع يو اس بي تايب سي تعرفت عليهم من أكثر من سنة كما لاحظتم كثير من القطع التي نختبرها ونجربها من برو ميت بالذات منافذ يو اس بي تايب سي فهم لديهم تركيز ضخم على يو اس بي تايب سي وللتوضيح ليس بس بس يو اس بي تايب سي ولكن مستثمرين بشكل كبير وأفضل شيء فهذه الثلاث معايير في الجودة والقطع وهذه تتيح لك خيارات سعرية أفضل وأيضاً خيارات بالقطع مختلفة وأفضل برو ميت متوفرة بشكل رسمي في المملكة العربية السعودية ستجدونها انلاين اذا أردتوا على الموقع برو ميت دوت نت او في المحلات المذكورة في الوصف الفيديو ولهم وكيل رسمي اسيل تكنولوجيز هو الوكيل الحصر لهم في المملكة فأنت ترى أي من الأكسسوارات والقطع تحتاجها هذه ليست فقط في اللابتوبات تحتاجها أيضاً في جوالك الأندرويد مهما كان نوعه إذا كان هناك منفذ USB Type-C ستجد أشياء متعددة فجوالك النوت يمكنك تشبك عليك كرت ذاكرة يمكنك تشبك على النت على طول بالنتورك يمكنك أيضاً شاشة ثانية على جوالك بوحدة من القطع هذه أو بالقطع الصحيحة التي تريد تختارها لأنه أيضاً لازم أؤكد لكم منفذ USB Type-C إذا كانت الكفاة والقدرات عالية يمكنك أن يقوم باور يقوم بصورة يقوم بصوت يقوم ببيانات وأشياء كثيرة فبالتالي منفذ واحد يفيدنا بشكل كبير ويوم أرجع على بداية الفيديو الشركات الكبيرة يوم اجتمعت ابل و سامسونج و ديل و و تش بي و غيرها من الشركات يوم اجتمعوا وأخذوا هذا المعيار للتبني سيفيدهم بأشياء كثيرة يعطيك القدرة أن تستغل هذا المنفذ بكل شيء لا يحتاجوا و أيضا سماكة الأجهزة قلت و أمورك أفضل في نقل البطاقة و البيانات الشحن أصبح أسرع بكثير و القدرات للأمام و التطور شيء جدا كبير قلوا لأي القطع هذه أعجبتكم و لا تنسوا أنه لديهم رينج كبير و أضع لكم بعض الروابط و الأشياء لنفس برو مايت و من ناحيتي الأشياء و القطع اللي أستخدمها أيضا أعطيكم إياها شارك الفيديو مع اي واحد عنده جوال في منفذ يوس بي تايب سي سبحانك الله و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك و أراكم على ألف خير